بسم الله الرحمن الرحيم ريبوداكتب سيستم بايد دكتور ايمان احمد خنفور أسيستان بروفيسور اناتومي و امبيريولوجي أليكزاندر اونيفورسي الموضوع بتاعنا ان شاء الله هو عبارة عن الماماري جلاند حنتكلم على الاناتومي بتاع الماماري جلاند بعدها نتكلم على الديفلوبمنت بتاع الماماري جلاند وطبعا ما نقدراش نعيش ولا نفهم من غير الابلايد اناتومي ومعها مجموعة من الشورت اند انتر اكتف كوتشينز أول حاجة عزين نعرف ايه مقصود بالماماري جلاند تعال نشوف مع بعض كده الماماري جلاند هو عبارة عن جلاند موجودة في السابكوتينيستيشو وطالع منها دكت بتفتح على السكن يبقى كده اخد نفس البيهيفيار بتاع السويت جلانز اللي هي الغدد العرقية بس هل ينفع قول السويت جلاند؟ اه ينفع ولكن الماماري جلاند بيفرز ملك طيب يبقى نعدل بقى الديفينيشن بتاعنا يبقى الماماري جلاند هو عبارة عن موديفايد سويت جلاند مرة تانية يبقى الماماري جلاند عبارة عن موديفايد سويت جلاند تعال نشوف الاناتوميكال سايت بتاع الماماري جلاند اول حاجة بص كده معي في الكات سيكشن ده ده كده الاسكن الله ده تحتيه على طول الماماري جلاند هو يبقى اول معلومة هنا انها وقعت في السبكوتينيستيشن طب فقالوا منطقة في جسمنا اه طبعا احنا المنطقة ده كده احنا اخذين عليها من السنة اللي فاتت ده منطقة البيكتورال ريجون يبقى اول نقطة عندي it lies in the superficial fascia of the pectoral region طيب تحديدا بقى فانو حتة بالزبط فيها نشوف بيمتد منين لفين الحقيقة هو medially بيمتد من اول lateral margin بتاعت الليستيرنم لغاية mid axillary line اللي هو الخط الدوت الده انا بركز عادي ما قلت mid axillary ده معنى كده ان الماما اجلاند ده داخل كمان على ال axilla من داني يبقى medial and lateral boundary من اول lateral margin بتاعت الليستيرنم لغاية mid axillary line طيب النبل بتاعته بقى موجودة فين؟ يعني هي against من fourth إلى fifth ribs شوف انا عاوز نرسل لمرحلة ايه؟ ان انا بص على ال diagram اللي عندي بقى لغاية الصورة بتتكلم عن نفسها يعني لو انا اعب ازكر عشان ما اسرحش ومنساش تاني بسرعة يبقى ورقة وقلم في ايدي هنرسل بسرعة منظر وحط عليها الشكل المدارب بتاع الماما الجلاند وابدأ احط عليها الباوندرز بتاعتي طيب ال base بتاعت الجلاند ال base يعني ايه الحاجات اللي قاعد عليها الجلاند هي اول مسمع ال base بتاعت الماما الجلاند ديت افتكر على طول مدارس ال EBS اللي عندنا بسكندرية التحوف دول بيدولوا على ايه؟ E اللي هي قاعد علي حتة من الاكسترنال اوبليك دي واحدة من العضلات بتاعت الانتيوة بدونها الول B اللي هي pectoralis major و S اللي هي serratus anterior muscle عشان لو اجاب لي في العضلات دي كلها قاعد عليها الماما الجلاند except يبقى فهمت الفكرة يبقى ال base بتاعت الجلاند قاعد عندي على ثلاث عضلات افتكرون دائم بكلمة المدارس ال EBS اللي عندنا في اسكندرية وهي external oblique pectoralis major and serratus anterior muscle طيب ليس عالين دلوقت انه هو امتد لغاية المد axillary line الله ده دخل على ال axilla معنى كده ان الجزء بقى اللي دخل منه على ال axilla ده اعتبر ديل كده لل breast و داخل على ال axilla وهو فعلا بنسميه ايه؟ بنسميه axillary tail of the breast طيب طيب يا طيب انا ما عملت اللي هو sagital section كده في الجلاند هالواضح قدامنا فيه كابسول هو A من جوه فيه fiber and so on ولكن نلاحظ ان الجلاند it has no capsule فكر كده فيها وهو لو فيه كابسول هينترفير مع softness بتاع الجلاند هينترفير مع functions بتاع الجلاند طيب تعالى نشو بقى structure بتاع المامري المامري جلاند بيتكون من ايه المامري جلاند؟ اول حاجة حاجة اسمها nibble اللي هي in Arabic اللي اسمها الحلمة ماشي؟ هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن Elevated Hyper Pigmented Area يعني لونها ارمق من الاسكين اللي حواليها وتكون slightly blue center شوف كل حاجة متجسمة عندي على الدياجرام اللي قدامي اهو يبقى اول جزئات بيتكون منها هي النبل النبل ايه النبل؟ عبارة عن Elevated Hyper Pigmented Area بيتكون بيتكون طبعا darker than surrounding skin slightly blue center بتاع المامري جلاند طيب around النبل في عندي حاجة اسمها ariola ariola اللي انا بقى شوعة لها بال leather pointer دية خلاص؟ دي عبارة عن ولا circumscribed hyper pigmented area داني يبقى عندي اول حاجة حاجة اسمها النبل ودي بتكون elevated شوية حواليها حاجة اسمها ariola دي hyper pigmented برضو بس ما بكونش elevated زي النبل لو نلاحظ انا بحب اعيد مرة والاثنين انا عاوز وانا بعيد المرة الثانية دية ياريت كل واحد يكون بيقول في سره وهو بيسمع معايا الفيديو دلوقع ونفهمه كويس يبقى لازم ناخد برضو فيه sagital section هنلاقي ان الماميجلاند بيتقسم الى من خمستاشر الى عشرين لوبس ايه اللي هي اسمهولي؟ عبارة عن fibros tissue septa كان ده clinically مهم جدا لان ال fibros tissue septa دية هي يلاقي اسم clinically مهم جدا بيسميها ligament of coubar أو coubar's ligament بيتقسم الماميجلاند الى من خمستاشر الى عشرين لوبس كل لوب منهم يعتبر separate system ازاي؟ بيكون من شقين اتنين هو عبارة عن glandular tissue بالduct system بتاعها surrounded by variable amount of fat duct تعالى نشوف كده duct system عبارة عن assinal زي انا شايفين كده هو لها وحدات افراز الملك طيب كل واحدة طالع منها ductule صغير بتجمع عندي في duct اهايت اسمها ايه بقى؟ اسمها lactiferous duct lactiferous duct طيب lactiferous duct ديت تحت الليفل بتاع النبل بالضبط بتبدأ توسع شوية بصوا بتعمل ازاي؟ توسع شوية كده تعملي حاجة اسمها lactiferous sinus ترجع تادية تانية مرة تانية وتفتح في النبل لاحظوا انا بكرر من تاني ان الماماريجلاند المينبالك بتاعه عبارة عن from 15 to 20 loops كل لو بلو separate duct system بتاعه وطبعا اللي بيدي بقى اللي smooth contour والشكل الجمالي بتاع البريست هو deposition of fat في tissue بتاع المنطقة دي وطبعا ده اللي هو بيحدد size بتاع البريست وبيحدد ال contour بتاعه وطبعا ده بيكون variable from one girl to another طبعا ده كده cut section في الماماريجلاند هنا انا ببص من قدام شايف عندي ال nibble والاريولة and around it بين هنا deposition وفاتها هنا بقى شاننا طبعا من الفات اللي هي السوبارفيشال ديت بانى عندي باللون البنكة هو الجيلاندي والارتشو وطبعا in between عندي ادي الفاتي تشو هنا بقى حيبدأ يبانى عندي duct system ادي الجيلاندي والارتشو والduct system وبانى عندي الاكتفرس ducts بتوسع تعملي الاكتفرس sinus ترجع تدية مرة تانية قبل ما تفتح فيه النبل هانا الصورة دي عاجباني جدا في حاجة مهمة جدا بصوا شكل الحواجز اللي هي بتقسمني النب اللي هو بتقسمني البست او الماما جلاند الى loops اللي هي ligament of cuber شاهد حواجز اهاي شكلها جميل جدا فيه الصورة دي جدا طيب عشان ما نتنموش مني بقى نفوق بسؤال كده which is not correct as regard the memory gland each lactifers duct drains a group of loops ده انا كده يعني بقيت اللي choices خلاص انا زهرتها يعني خلاص ده انا كده رازخت في زيني اول كلمة شدت انتباهي جدا ما احنا قلنا كل لوب لها ال special secretory and duct system ماينفعش واحدة تسلم تدي على واحدة تانية او رح اعتقد كده الاجابة واضحة قدامنا وهي number a تعبنا نشوف ال arterial supply بتاع الماما جلاند اخدنا السنة اللي فاتت في الموجود بتاع ال respiratory system انه فيه ارتري ماشي في السوركس من جوه والريبس جنب ال sternum اسمه ايه اسمه internal thoracic artery يعني ده overlaid by الماما جلاند طب ازاي حغز الماما جلاند يطلع منه branches تخرم المسلز والسكن وتوصل الى الماما جلاند طب طالما بتخرم يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها perforating branches of internal memory artery طب ده مش كده وبس بقى اسمها perforating branches of anterior intercostal artery طب في عندي حاجة ثالثة كمان كنا اخدنا السنة اللي فاتت ان واحد من ال branch في ذات ال axillary artery بانش اسمه lateral thoracic artery برضو يشارك في ال arterial sublarive زي الماما جلاند ضفوله باخر حاجة بقى اللي هو pectoral branch بتاع thoracocromial artery نبص كده ازاي branches بتعمل perfuration وتوصل علشان تدي arterial sublarive to the memory gland وصلنا بقى الليمفاتيك drainage الحياة انا عاوز اقول له مقدمة ده كده الأول عاوز اقول لكم ان موضوع الماما جلاند ده في غاية الاهمية clinical ويعني لا يقل عن 80% من الدفع حيمتحن على حالة منه في جراح عامة اذا كلكم هتذكروا من تاني اما ناخد جراحة عامة في الباكاريوس واهم ايتم فيه عشان موضوع الكنسر والمنتشر اللي مندوله حاجات ديت موضوع الليمفاتيك ورا تصب عندي في مين في ديب ليمفاتيك بليكسس ليسا عملناش حاجة عندي سوبارفيشا للمفاتيك بليكسس تصبني في مين وراها لديب ليمفاتيك بليكسس طب الديب ليمفاتيك بليكسس احنا ازاي نفهمها؟ من فضلكم لازم كل واحد يحاول يرسم لي الرسمة دي بسرعة ارسل يرسم لي رسم كروكي سريع للجسن خطة في النص ده بتاع الميدلين ورسلمي هنا دايرة تمثلي المامريجلاند وهنا دايرة تمثلي المامريجلاند وطلع لي من حتة الديل على كل نحية هنا وين حضرتك هاجابي ألم بلون مختلف فليكن أحمر مثلا وعملي كروس شاب هنا يبقى هذا المامريجلاند عندي يتقسم الى فور كوادراند والتيل اللي طالع منه دا هاعتبره الفيفس كوادراند تقسيمة ديت انا بقى اكرر وبقول ان هي في في آي فيري 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 امبورتاند تعالى نشوفها اول ربع عندي اللي هو الابر لاترال كوادراند اللي انا حاطت عليه الكيرسر دولت او اللي ذا ببورينتر دا الليمفاتيكس بتاعته بتصب لي فين؟ في الابيكالا جروب بتاعت الأجزيلاري لامفينوتس لا تهوم في اي لخبطة في البترن بتاع الليمفاتيك درينيج الليمفاتيكس بيصب لي فين؟ في البيكترال جروب الليمفاتيك expos اللور ميديال HOG الليم поاتيكس بتروح في آه الليم فاتيكس كما بتروح للأنتير Lở وأنا عندي في الأنتير Lở في مصرت اسمه Rectus Abdominus مصرت مستقيم محاطة بغلاح اسمه Rictus Ch suis بس مش عايزك تعرف عن Rictus Chious أبتر من كده الدلوقت وده فيه الليم فاتيكس فإذا الليم فاتيكس بتاعت اللور ميديال قوادرانت بتوصل الانتيرو اب دومنال وولد وبتعدي من خلال الريكتاتس تشيس وبتوصل كمان الى الصب دايافراجماتيك لينفنودس اخر جزئية عندي هي الديل بتاع البرست بيرسل اللينفاتيس تتعطي بتروح فين بتروح لحاجة اسمها صب اسكابيولار لينفنودس كلام ده مهم ده طبعا مهم علشان انا لو عندي cancer involving quadrant معين من المامري جلاند يبقى لازم اعمل examination للريليتد بارت بتاعت اللينفنودس وانترا اوباتيف يبقى لازم اعمل حاجة اسمها axilla اسمها lymph node clearance يعني اشيل اللينفنودس اللي هي related لجزء اللي هو affected من المامري جلاند من فضل لكم بقى انا عاوز الرسمة ديت كده كل واحد يوقف الفيديو هنا ويقدر يسمع لنفسه كل quadrant من البرست بالاضافة الى axilla retail نشوف بيبعث الليمفاتيكس بتاعته فين بالظبط ده منظر ها بيبيني برضو البترن بتاعت الليمفاتيكس انه كل واحد رايحة لديركشن معين مش كلهم رايحين يصبوا في حتة واحدة زي معظم الورجنز اللي في جسمنا نفوق بسؤال كده what is the lymphatic drainage of the medial quadrants of the breast طبعا البرست اللي هو الماما يجلان اعتقد المسؤال زي كده سياتك اما تقرأ المنطوق بتاع السؤال بس تكون جاء في دماغي الاجابة اطلعها من الليمفاتيكس دي ميديا البارت هيبعتلي فين يا جماعة ها ابتكروا الخريطة بتاعتنا ايوه هيبعت طبعا الى الانترنال thoracic lymph nodes في حتة كمان انا نستطيع قولها مع الليمفاتيك درينيج انا عاوز اضفها هنا ان الميديا البارت ده ده مش بيبعتلي جوه الانترنال thoracic lymph nodes وبس لأ شايفين استهمين الخضر دولا ده بيبعت كمان الليمفاتيكس اللي هي موجودة على الآخر side بتاع البريست يعني البريست اللي هو on the other side علشان كده وانتو بتمتحنوا على حالة breast cancer نحن بكريوس اول سؤال حيسألك الدكتور حيقولك انت عملت examination ايه كمان حيقوله عملت examination lymph nodes ماشي وايه تاني كمان حيقوله الله ده انا عملت examination للبريست والليمف nodes بس انا في نظري هتاخد zero like structure construction ليه لانك لازم تقوله لازم اعمل examination للمامري جلان على ال other side كمان ليه لان فيه communication of lymphatics on both sides طب the axillary tail of the breast drains into which of the following على طول انا اول ما اسمع axillary tail افتكر على طول ايه اللي هو البوستير axillary اللي هي sub-scabular group of lymph nodes which of the following is not involved in the lymphatic drainage of the mammary gland يعني بالعب كده مين من دولات ما اذكر انه همش قبل كده اهدر سيدي المجموعة اللي عندنا اهاية ما كانش فيها lateral axillary اللي هي brachial group اللي هي خاصة بالليمفاتيك drainage بتاع الأبر اللي طيب نشوف بقى applied anatomy من وانتوا في امتياز حيجينا حالة عندها breast access correct drug واعتقد the minor procedures you are allowed ان انت تعمله drainage واعتقد انت تعملها بايه دا كونتر امتياز طب سيادة كراح تمسك المشهد سؤالي هنا هتروح جاي دابر بالمشهد وخلاص ولا هتفتح بالطول ولا بالعرض ولا هتفتح بالطول والعرض وخلاص اشتعمل drainage كويس لا طبعا دا احنا لازم بيحكمنا rule هنا ايه rule بتاعنا ان انا مفتح في الماما rickland زي ما قلت قبل كده اما يكون عندي structure او مجموعة من structures خايف عليها ان انا اقطعها يبقى لازم direction بتاع المشهد بتاعي يكون موازي لها موازي لها ما تيجي نطبق الكلام دا هنا انا عندي lactiferous duct اللي هو duct system ماشي بصورة radially كده في الماما الجلالي يبقى انا لازم direction بتاع incision بتاع المشهد بتاعي يكون ماشي بصورة radial لي to avoid cutting large number of lactiferous ducts وكمال عشان ما اعملش disfigurement للماما الجلال فالنبالكم انا لو قطعت بالعرض ممكن ان الجاي قطع لي 10 12 واحد من اللي هو duct system تبقى برسط الدنيا لا انا اصلاح حاجة اما اكون بفتح موازي ل ducts اخذ نفس الاتجاه تحتها يبقى في الحقيقة اسمها radial incision على فكرة هو مش موضوع الاتجاه هو نفس الفكرة انا لو عندي هنا اكسس موضوع موجود في الاكزيلا ازاي هفتح هفتح برضو radial incision عشان ابقى موازي للديركشن بتاع البركيا بالكسس والمين فيزلس الموجودة في الاكزيلا مش كنت المشاكل اللي هي منتشرة جدا اللي من دول والعياذ بالله اللي هي الكنسر بريست وده انا عايز اقول لكم ده سؤال اناتومي وسؤال جراحة وهم جدا ايه هي البيست كانسر اللي هي الساينز الساينز يعني الحاجة اللي الدكتور بيشوفها على البيست في حاجة وجود مالجنسي تعالي نشوف مع بعض اول حاجة نقطة افكشن اف بوز سايز ديت انا بعتها تاني اهيات لاحظنا ايه ان الميديا البارتز بتاعة الماماري جلاند في كوميونيكيشن اف لمفاتيكس بينها وبين الاثر ساين يبقى علشان كده لازم اعمل اجزامينيشن للماماري جلاند اون ذا اثر ساين دا شيء مهم جدا طب المفروض ان لو عندي الماماري جلاند it is not a fixed destruction عكس it is a mobile destruction حتى لو في cancer او ip9 lesion it is mobile except في the latest stages of cancer طب ليه تعالوا نشوف التفسير هنا هنفترض هنا انا رسمت هنا التيومر اهوت اللي هو باللون الاحمر دا وفي مراحلو الادفانس المتأخرة حطوها في الحزبان دايما ان اي كانسر في الادفانس دايما اللي هي المراحل المتأخرة ليه سمتها مراحل المتأخرة لان حطوها تشعب بقى عامل زي لو جدور وبتدى يتوغل ماشي هو ليه الماماري جلاند is movable structure لان هنا بيبدأ يتحرك اللي هي الصوفت تيش والفاد دا على deep phishing طب اول التيومر هنا بيبدأ يتوغل ويعمل penetration أو infiltration للجيب fascia ويوصل الى المسلز المرحلة دي ابتدى يبقى فيها fixed fixed ودي تعتبر stage متأخر من cancer burst يعني بعد كده examination بتاع اللي هو fixation بتاع الماماري جلاند نقول يبقى in the latest stages of the cancer breast the retro memory space is obliterated خلاص قفل ليه لان التيومر هتعمل infiltration قفل السكن خلاص اصبح no more mobile شوف كده mobile اه اول ما حصل infiltration كده خلاص استبت هول طيب برضو مع breast cancer بيحصل عندي retraction للنبل تعال نشوف كده ازاي برضو نفس الفكرة هات على نفس الدياجرام اما يبدأ يزيد الحجم بتاع التيومر يقوم يحصل لي بص ايه اللي حصل في ال fiber tissue strands اللي عندي الحاجز اللي عندي اما زاد حجم تيومر فالطول بتاع اللي سنز دي تقل طب ما هي ما هي ما هي فمسميها Nibble Retraction خلي ده فيه ساعات المريضة بيت تشتكي مش حط في دماغها خالص ان في mass في البست تقول لك انا عندي كالكوعة بس الحمد لما بتوجعني اش دي مصيبة ماشي لان ال cancer in early stages it is beenless نحن ما جلنا مريدي اقول لي حسب كالكوعة وفي بين انا افرح ليه لإيه ده ممكن يكون اللي هو adenomyosis اللي هو حاجة سماد التغدد ممكن يكون في اللي هو abscess كل ده تمام تمام اللي هو تقولك في كالكوعة بس الحمد الله مش بتوجعني دي مصيبة ماشي طيب سير بعض مريض زي ما بقول دلوقتي بتيجي شكوتها الوحيدة هو المنظر الجمالي الخارجي إن في retraction للنبل عندها تيجي تعمل examination آه تلاقي ده في mass جوه فصرنا دلوقتي هو ليه حصل retraction للنبل هو في حاجة يعني نحط ه في الحزبان برضو إنه في late stages لو نحصل لنا بص كلا على النبل ساعات بيحصل the charge of blood ده لو حصل invasion لل duct system كمان بتاع المامري gland بص دي صورة حقيقية على فكرة بص هنا زي في هنا retraction في المنطقة دي معنا أن الحتة دي underline تحت في breast cancer نكمل skin manifestation بتاعة cancer breast إيه اللي بيحصل فيها بيحصل الاسكن بيبقى منظره عامل كده زي البروترقانة بالضبط كده هوا إيه بقى المنظر ده وإزاي يتكون تعال أول نقول إيه الفرق ما بين الbenign tumor والmalignant tumor الbenign tumor عمر وينتشر من مكانه خلص إنما المالignant tumor لا ده بيحصل له حاجة اسمها metastasis سنويات انتشار موضعي وجزء من الخلايا ممكن يمشي في الدم ممكن يمشي في الليمفاتيك وينتشر المشكلة عندنا بقى في الخلايا بتاعة المالignant tumor بتاعة cancer بيس ده أما تدخل في الليمفاتيك فيزتز تقوم تسد ده ينتج عنها إيه ينتج عنها إيديمة يعني راشح مائي في ديرمال لير بتاعة السكن يوم بيحصل فيها swelling ما عدا ال exit بتاعة القنوات بتاعة sweat glands ما بتقدرش تتمدد دي فبانا عندي حتة مخرمة يبقى المنظر عندي عام إذا الفورتقانا جاء بالظبط اللي هو بيسموه بودورانج نشوف فقا المنظر ده ده منظر حقيقي لحقيقة cancer breast عندها manifestation بتاعتنا اللي اسمها بودورانج ده منظر تاني أهوت وده منظر تالت أهوت نلخص بقى ونقول إن بتاعة الليمفاتيكس as a result of malignancy leads to dermal edema of the overlying skin عشان كده بتسمى بودورانج والإنفلتريتر الاسكن ده بيكون تيسرد بتشد عن طريق الدكتس بتاعت اللي هي ال sweat glands لأنها ما ينفعش لتتشد زي المنطقة اللي حقالها بالضبط فبتقدي إلى dimple appearance اللي احنا شايفينه قدامنا ده كده بقى احنا وصلنا إلى development of the memory gland وسهلة جدا إن شاء الله ال development بتاع memory gland احنا بنسمه إلى two stages prenatal وبتستكمل post natal development نبدأ بال prenatal development أنا هقوله في 3 كلمات بالضبط 3 سطور أول حاجة بيبدأ عندي حاجة اسمها memory line أو milk line أو milk ridge يهمني جدا نعرف بيمتد منين لفين بيمتد من أول الأجزلة لغاية الجرين كل ده اسمه memory line أو milk line وبعدين بعد كده سبحان الله المنطقة بص من milk line ده اللي هي في منطقة vector region هي اللي هيحصل لها development وتبقى enlarged تبدأ تعملي بداية البرعم اللي هيكون الممري gland اللي هو اسمه الممري bud طيب بقية الملك line بيحصل دي generation ما احنا اتفقنا ان في الامبيريولوجي اي حاجة انا مش عاوزها بيحصل لها يا دي generation يا fibrosis طيب ما تيجي نطبق الكلام ده بقى عشان نثبته في multiple breasts بنشوفهم في cats widows طيب تعال نمسك بقى كده اللي هو الممري بادة هيحصل فيه ايه هيحصل له infiltration للاندالينج تيشو ويحصل ديفيجن and the more ديفيجن and the more ديفيجن الدستال ديفيجن هتديني الاسيني والبروكسما ديفيجن هتديني الدكت سيستم بس كل ده ما بيكونش لسه والديفيلوب لغاية السن بتاع البيوبرتي والذلك المرحلة ديت بسميها بري نيتل ديفيلوب طيب ياريب برد اجمعنا محبها ديكم tips كده اثناء المذاكرة يبقى وانا بقرى مثلا البراجراف بتاع البرينيتل development بتاع المامري لاند يبقى لابلخصه عندي كده على جنب في 3 كلمات ان كان عندي حاجة اسمها memory line او memory ridge حصل ديفيجن كله على بعضه مع عدل منطقة بتاعة البيكتور الريجن ظهر عندي فيها بقى تول developed وداني حاجة يسمعها memory bud المامري bud عمل infiltration لل underlying structure وهو ده اللي حدينا المامري بس جدا تعال نشو بقى البوست نيتل development وحنقسم مرحلة بمرحلة من ساعة الولادة بالظبط ساعة الولادة لحد من المرحلة دا ad birth المامري gland بيكون rudimentary كلنا بنسأل يعني ايه كلمة rudimentary بصراحة ادخلت عالجوجل وشفت الترجمة الحرفية بتاعتها لقيت ان هو بيقول لك ايه لسه ما هو developed يعني بدائي لسه فيه ضمور بدائي ما هو developed اكيد طبعا اد bioperity اه مع سنة bioperity بقى ابتدى فيه عندي estrogen وبروجسترون وابتدى يحصل development للأسينايل اللي هو security system وابتدى يحصل deposition of faith ماشي اه فابتدى يأخذ الشكل الهيمي سفيريكل بتاعه يبقى هيمي سفير زي عنا جاي فيه جلب الضبط طيب حصل pregnancy اه ده هنا بقى عندي pregnancy hormones بقى ابتدت تأهل الماما reglant لعملية lactation فبنلاقي زي ما انتو عارفين بقى ان البروجسترون مسؤول عن اللي هو بيعمل development اللي هو duct system والأسيناي مش عارف بتعمل بتبقى stem تبريق اللي هو estrogen and so on وكانوا تدسوه في الفيسيولوجي بتعرفوه أحسن مننا طبعا بالإضافة إلى prolactin hormone طيب أثناء بقى اللي هو lactation طبعا هنا بيبقى الbreed dominant اللي هو prolactin ماشي فبيحصل secretion of milk طب كل ده بالنسبة ل الفيمير طب بالنسبة للميل بقى لا بيظل rudimental وإذا كان غير كده اللي هو كان فيه زيادة في الحج يتبقى حاجة باصولوشكل وحنشوف هذا في الانوميز اللي عندنا كده وصلنا بقى الآخر مرحلة عندي وهي مرحلة الcongenital anomalies of the memory gland بصر برضو من ضمن التيبس اللي أنا بحب أقول أنا عندي دلوقتي 8 congenital anomalies ما يكون عندك فيه حاجة فيها عدد كده أنا عارف أنك هتقراه وحتفهمهم هديجي نطلبهم منك هتقول لي 4 5 1 1 1 1 1 1 إما يكون عندك أي حاجة فيها عدد أعملي له خريطة أسمهم بأي طريقة تحللك أنا بصراحة أسمتهم إلى أربع مجموعات أول مجموعة مسكت الماما ريجلاند أزهون يما تكون عندي كذا واحد نقول أسميهم إيه بقى علمية أول حاجة حاجة اسمها إماستيا إيه ديت أما بتدخل على الكلمة يعني بتنفيها يبقى إيه مستيا معناها complete non development of the memory gland complete non development of the memory gland طب عكسها إيه بقى لأ ده مش بقى عندي ماما ريجلاند واحد على كل نحية ده الكون عندي كذا memory gland بنسميها polymastia بصوا المنظر memory gland هنا و memory gland هنا طب يطرق إيه السبب في حاجة زي كده آه اللي هو memory rich ما حصلوش complete degeneration على مدار الإنس بتاعه نحن منستغربش إنه ممكن لقي واحدة عندها memory gland عند مدار تحت خالص أو عند نص بطنعة يبقى عندي أول مجموعة من anomalous مساكت المميج land as a whole يا ما تكونش خالص يا إمم بقى ربنا طرح فيه البركة وعندي كذا واحد بقى polymastia أو polymastia طب المجموعة التانية هيتكلم على enable احنا اتفقنا إن كلمة A بتدخل على structure بتنفي ما تكونش وأول حاجة عندي هنا اسمها acylia يبقى ما تكونتش النبل خالص بصوا المنظر ما تكونتش خالص طب الحاجة التانية بقى ها زي اللفس الفكرة بردو تبقى polycelia ماشي polycelia بيبقى بحاجة عاملة زي el nevus اللي هي الحسنة يعني أنا شفتها فعلا ممكن تجي لك الوحدة تشير وقولك الله أنا عندي كذا حسن ماشيين بترتيب معين دي مش حسنة ولا حاجة ده rudimentary memory glans موجودة على memory ridge or memory line بعد كده بقى نكده شكوة بعض الناس تشتكي من ايه دايما كلمة micro صغية عكسها macro ده كبير طيب برضو بيحصل فيه الجيلاند micro muster واحدة شكوتها ان الماما الجيلاند حجمه اصغر من الطبيعي طبعا دي لازم تعملها complete work up يعني تعملها هرمونة السيلة كذا حاجة طيب micro عكسي ايه بقى macro بس المشكلة بقى ديت ان الماكرو ديت ستعبت تبقى affecting one side والتاني لقى بصوا ما نظر يبقى عامل ازاي انا بحاول اجيب لكم صورة لكل حاجة علشان الصورة دي بتثبت المعلومة في ذهننا بصوا هنا منظر ده طبعا يعني هو حالة مرضية بمنظرها مش حل ان يلاقي عندك one side الحجم كبير جدا والحجم الثاني more or less ya normal ya أزغر من الطبيعي يسمعها macromastia دايما يمكن تفتكروني من السنة الفاتحة وانا بقول لكم ايه في المذاكرة في حاجة اسمها مرحلة او حلقة الوصل في المذاكرة يعني كده وصلت هنا دلوقتي لغاية رقم 6 لو انا بزاك لمكانكم ده هتأعمل ايه قبل المكان من السبعة وثمانية اقول اه يبقى التأسيم بتاعتنا اول مرحلة عندي اول جروب كنت بتكلم على الوجود من عدمه amastia polyamastia المجموعة التانية كنت بتكلم على النيبل يبقى acylia polycelia المجموعة التالتة اتكلمت على الحجم بتاع الجلانز نفسه يقمن micromastia يقمن micromastia المجموعة الرابعة despachalized group من فضلكم لو سمحتوا انا عاوز كل واحد يسمع زي بقول كده بالظبط نشوف المجموعة الجاية congenitally retracted او inverted بص inverted يعني داخل الجوه بلاقي اللي بتدخل الجوه اه خلي بالكم بتقلوش انا ممكن الا ممكن نلاقي يا جماعة فيه female عندها اللي هو ال nipple retracted بس مش شرط يكون cancer breast ممكن يكون congenital وبنلاقيها تفضل صبرة 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 ما تجيش للغاية ما يحصل حملة وقرب تولد او مع الرضاعة تقولك انا مش عاوز فعمل lactation ليه يا ساتي اه اصلي ال nipple داخله الجوه طب انتي فين من زمان لان لانها training exercises معينة بتحاول نتطلع النبل لبرا المفروض يعني طب اخر مرحلة الحقيقة يا جماعة انه بيحصل عندي حاجة اسمها gynecomastia ده منظر الى حد ما بيرقم مش لطيف ان الميل يكون عنده enlargement في size بتاع الممري gland طب بردو لو سمحت واحدة من طرق المذاكرة ان الانوموليز ده ممكن تكون بتتنسي هات ورقة كده اكتب فيها الاربعة groups احنا قلنا هم دولا ومجرد اسمي كل واحدة وحطها تحت ازاز المكتب او علاقة في الحمام او علاقة في المراية بتاعت الدولاب يوم اثنين ثلاثة مجرد ان عيني هتيجي عليهم كذا مرة هتاخد ورقة قطعة ترمية متى مقتاج الورقة دي هتحط ورقة جديدة غيرها لحاجة تانية هم حضر لكم كم interactive questions في غاية الاهمية نشوف our question if male patient has cancer breast on the right side why should the physician examine the other side carefully explain اعتقد اللي سمع المحاضرة احنا جاوبنا على السؤال دوت اثناء المحاضرة question التاني during examination of cancer breast patient there was fixation of the tumor explain why the tumor turned fixed instead يعني هو كان اول mobile المريضة هربت قلت لك لا انا بقى مش عمل عمل عملية لما الولادي خلاصوا الامتحانات بعد محصل الامتحانات لا مش عمل عمل عملية لما احضر فرح ما عرفش مين بعد محضرت الفرح لا مش عمل عمل عملية لما جزها يتجوز عليها فالمهم في النهاية عادة تستنى 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 لغاية التيومر ده فجأة لقيته ومتحركش السبب عرص تفسير اموت نوتست باسدج أوب ملك فروم ذا نبل أوب هير نيوبورن جير غريبة جدا الام ولدت بنوتا جميلة فجأة لقت النبل بتاعة البيبي اللي لسه مولودة طلع منها ملك على فاكرة انا شفتها في حالات كتير جدا ديت بتيجي الام منزعجة جدا is it normal or not exibling on anatomical basis هي بصحة on anatomical and physiological basis على فاكرة انا قصد اجيب السؤال ده لان ممكن واحنا لسه طلبة ممكن نلاقي حد من الاهل من الجران استقالنا سؤال زي ده هل حنقوم مش عارفين حنقول لا ده فيه مصيبة في البيبي ديت حنقول لا خدها واجري بيها على المستشفى نفكر ومنتظر الاجابة منكم طبعا دي الطر التواصل اللي حن بفوت خلاص عرفناها وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة